اشتركوا في القناة 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 بيزيد الحرقة بقول لرجال ما بيسوى صح ولا لا عم بحكي أنا للجنسيا لا لا أبدا مش مزبوط على كل حال النعنى بعكس اليانسون نقيع ما منغلي ما منغلي منقع منغلي الماء ومنسقط الورق النعنى مين معنى إليزابيت ميرفت ميرفت مرحبا أهلا بميرفت أهلا سهلا في بدي أحمد دكتورة كاملة هي أكيد عم تسمعي اتفضى لي مدام كارلا بيكس مخي بدي لك شو علي مثلا إذا بدي أعمل على العصير بقلب كله بقلب السكر شو لازم بدي أخل بدي لعن السكر بدي بدي لعن السكر بقلب العصير بقلب العصير اهلا فيك تخلطي بين أصناف الفيكهي اللي أصلا حلوة يعني إذا البرتقال عم بيكون حامد ممكن أنه إنت تخلطي معه لنقول عصير الرمان هلأ فيه موسم الرمان والرمان طعمته حلوة أو ممكن تخلطي عصير الجزر يعني تحطي تمس جبان الجزر والبرتقال بيعطي طعم حلوة وكتير طيبة بتستفيد أكتر طريقة تانية هو أنه نحط مثلا نص موزة نخفئها مع عصير البردقان كمان بتحليه أو تمر كمان بيحليه بطريقة طبيعية من دون ما تضطر تحطي ستاة تب يعني الأسبرتان وهو القصص أنت ما بتنصحي فيهم لا أنا عبي يعطيك حلو كتير أو حلو استناعي أنت ما أنا بحاجة إله يعني لازم الإنسان يتعود على طعم ما كتير حلوي يخفف وبالتالي إذا تعودت شوي شوي يتخفف الحلو بي اللي عم تأكله بتتعود أنه تتقبل المشروبات اللي عم تشربها بسكر أقل أنت عايش هيك لأنه مبيني من بويتك عايش هيك من سنانك عايش هيك من شعراتك صحة أنا اسم الله عليك علي صباح الخير يا علي صباح النوم كيفك يا علي حمده طمعا تفضل شو سؤالك سؤالي أنه بدي أعرف مثلا شو الإشي اللي بتخليني لو وجع الميقران تخفف من وجعي شو الأكل اللي بدي أبتعد عنه أوكي أوكي على الأول شي طبعا لازم نشوف إذا في سبب معين للميقران إذا في عندك مشكلة صحية وهي دايما نحنا من أولى إذا في لازم لاستشير الطبيب لحتى نشوف إذا في شي مخبى هو عم يسبب الميقران إذا ما في شي جمالا أكتريت الأطعمة يلي يقال أنه بتزعج أو بتزيد من مشكلة الميقران هي الأطعمة اللي بتطولة تنهضم مثل الدهون الجامدة كل شيء أول شيء طبعا المقالي يعني كترة الدهون وكل شيء جامد مثل المارغانين والدهون اللي بتكون موجودة باللحوم يعني هي قولوا بعدوا عن الجبنة مثلا الجبنة مش لأنه دسم الجبنة وأنواع معينة من الجبنة يلي هي بتكون معتقة إذا صح التعبير أو الجبنة مثل الروكفور أو مثل عندنا نحن مثلا الشانكليش هالأمور يعني إذا بدك بتير فيها مواد أو الأجبان وقتها تتعتق ما وعف إذا الكلمة صحيحة بيصير فيها مواد هي بتفاقم من مشكلة الميقران وبعد الأوقات من أولى الأشخاص اللي طبعا بيشربوا كحول كتير أنه في أنواع معينة من الكحول بتفاقم من مشكلة الميقران ولكتير من الأشخاص التشفاف يعني إذا ما بيشربوا مي كافب خلال النهار كمان بتزيد عندهم مشكلة التشفاف ما أنك ذكرت المي فيه علاجات للميقران بالمي يعني واحد يكتر من شرب المي وقت يكون في الميقران إجمالا يعني أنا عادة أنا شخصيا كل ما كون حاس كتير موجوع عندي وجع راس قوي أول علاج لإليه هو كبات مي مساعة هلأ بأوقات بيمشى الحلاء وقت لأبضل أنت هالأيام كيف رايحة على المي المساعة دايما عم تحكي عنها بس أنا بس يكون في عياميني ما وراك يعني بشرب مي زيادة بوجع لي راسي يعني وضو لأشاف بوجع لي راسي لا مش شك عبدال حرام أحمد صباح الخير يا أحمد آلو مرحبا أعلان أحمد فضل شو سؤالك أنا سؤالي أنه أنا بدي أعرف من أي مرحلة بدي يعني كيف بدي بلش لحتى أخسر وزني لأنه نحن عنا بالعائلة يعني كتير من حب ناكل فشو كيفية كيفية بلش لحتى أعمل إرابي شكلك بتقربني يا أحمد في أرابي ما بعرف فوين بس في أرابي من وي بدك تبلش يا أحمد هلا مهم أنه أيخذ القرار هذا أول شي كتير منيح أنه أنت أيخذ القرار لأنه إذا ما في قرار ما في مثل ما بيقوله ما منوصل لنتيجة هلا السؤال لك أنا اللي بدي أسألك هي أنت برأيك شو الأكتر سبب بيخليك عم بيخليك تزيد من وزنك أنه بيكل ما بعمل سبوت أوكي يعني بس ما بعرف أصلا شو السبب اللي بيخليني أنصح أوكي هلا جمالا طبعا هي الفكرة أنه أنا عم بيكل قد ما بدي وكتير ومعا بتحرك هي مثل ما بيقوله الوصف للوحد يزيد من وزنه هلا بالإضافة أنه بالعيلة إذا الواحد في عنده وراثيا استعداد أنه يزيد من وزنه وكمين هي بدي تزيد هلا أهم شي بنقوله لأحمد أنه بما أنه أخذت القرار أنا شخصيا بنصحك بالأول تبلش تدون شو عم تاكل بنهار أول شي بيبين معنا الأشياء الزيادة يلي يمكن ما العازة كان أنه نخدها ومنبلش من هونيك أو أول شي يعني هلأ أنت قرارت ضغر اليوم تبلش ما تترك حالك تقولها بكرة أو يلي بيقوله بدي أبلش كل نهار تانين وهالتانين مع بيوصل من هيك أول طريقة أنه أنا شوف وين أغلاطي وين الأشياء اللي برأيي أنا عم بكلها زيادة ومن هونيك منصير منشح ما تترك حالي عن نفسي يا وقت كبير؟ طبعا طبعا ما لحقنا نجاوب بسرعة على مراتين ما بقعنا وقت ما بقعنا وقت إن شاء الله أسبوع الجاي كمان في مشكلة الولادي اللي عندون شاهية كتير أو الأشخاص اللي ما بتنصح كمان جمعت جاني على رأيك برايكم نرجع شكرا